فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية في لقائنا السالف وقفنا عند بيان أن التشبه باليهود والنصارى والأعاجم ليس على درجة واحدة وأنه قد يكون منه كفر وقد يكون فسق وقد يوجد منه معصية وقد يكون متشبه مختئا خطأا وبي أشار فضيلتكم جزاكم الله خير إلى أنه يجب التوسط في الحكم على المتشبهين فلا كل متشبه يقال إنه كافر ولا كل متشبه يقال إنه متقدم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بقي أن نبين متى يكون كفرا ومتى يكون فسقا ومتى يكون معصية ومتى يكون خطأا يكون كفرا إذا كانت تشبه بهم في عباداتهم فإنهم يغلون في الأولياء والصالحين ويدعونهم من دون الله عز وجل ويبنون على قبورهم الكنائس والمشاهد فإذا وجد في هذه الأمة من يعمل هذه الأعمال فإنه يكون كافرا لأنه عبد غير الله ودعا غير الله أو عمل عمل يوصل إلى الكفر بالله عز وجل فالبناء على القبور وسيلة إلى الشرك فإذا عبد الميت ودعاه من دون الله واستغاذ به صار كفرا مخرجا من الملة وشركا أكبر ويكون معصية كما إذا كان من المؤمنين من يشرب الخمر كان من المؤمنين من يشرب الخمر ومن يزني ومن يفسق تقليدا لليهود والنصارى فهذا يكون فاسقا لأنهم ارتكبون لكبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك ويكون معصية كمن حلق لحيته هذا معصية هو محرم ومعصية لكن لا يصل إلى حد الفسق إلا إذا داوم عليه وجاهر به إنه حينئذ يتحول إلى كبيرة لأن التساهل في الصغيرة والمجاهرة بها تحولها إلى كبيرة ويكون خطأا إذا كما ذكرنا سابقا إذا ظن أن هذا خير وأنه ورأى عليه الناس وهو لا علم عنده فهو يقلد من يتشبهون وهو لا يريد الشر وإنما يظن أن هذا أنه من المباحات أو أنه من الكمالات فهذا مخطي ترجمة نانسي قنقر